السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي حياكم الله معكم أخوكم الدكتور علي القاسم ونستمر إن شاء الله أنا وأنتم في الحرب على السكري طبعا في أسباب أخرى لارتفاع نسبة السكر فجأة في أسباب أخرى أحد هذه الأسباب نقص المعادن والفيتامينات إذا عندك نقص مثلا في فيتامين بي ون بي اطناش فيتامين كي فيتامين ألف فيتامين كذا إذا عندك نقص في الماغنيسيوم في البيوتاسيوم في الحديد في أي عنصر ضروري للجسم عندك خربطة ونقص في هاي الأمور فأتوقع أنه يسير خربطة في الهربونات والأمور الأخرى ويرتفع السكر وطبعا إخواني في فيديو موجود اللي هو حاجة جسمك مقدار حاجة جسمك اليومية اللي هاي الكمية اللي لازم تيجي لجسمك كل يوم من كل المعادن وكل الفيتامينات مذكورة بالأرقام للرجل وللمرأة ومعلومات أخرى بإمكانك مشاهدته إن شاء الله وإن شاء الله الشهر القادم رح نبدأ سلسلة البيتامينات والمعادن شو أهمها معدن معدن رح ندخل وشو بيسوي لجسمك وليش جسمك بيحتاجه وكيف تحصل عليه شو المواد الغذائية اللي بتاكلها عشان أو اللي لازم تاكلها عشان تحصل على هذا المعدن أو هذا البيتامين إن شاء الله في بداية الشهر القادم ما ننسى أيضا إخواني وأخواتي إنه نقص البيتامينات والمعادن وارتفاع السكر والإنسولين هذا بيسبب انتهابات في كل أنحاء الجسم يعني بيسوي لنا مشاكل نحن في غنا عنها فندير بالنا لهذا الموضوع سبب آخر إنك ما درتش بالك الليل اللي فاتت يعني مبارح أمس بالليل ما درت بالك للعشاء شو العشاء اللي اتعشيته أو ممكن تكون اتعشيت نص الليل يعني الساعة 12 بالليل الساعة 1 بالليل فتوقع إنه يرتفع عندك السكر ثاني يوم ممكن بعد ساعتين مما تصحى ثلاث ساعات مما تصحى شو السبب؟ ممكن تكون اتعشيت عشوة دسمة مثلا أو عشوة هيك كلها نشويات ورز وكذا ومعها دجاج ومعها هيك ومعها هيك ومواد صعبة الهضم ونمت فأحيانا جسمك ما بهضم يعني وانت نايم ما بيكون يهضم بيكون مشغولي بشغلات ثانية بيكون مثلا بده يدير باله على الكبد على الدماغ عندك يعني فممكن بعض الناس ما بيكونش الهضم شغال فمتى يبدأ الهضم؟ لما تصحى لما تصحى بيبدأ الهضم بعد ساعتين ثلاثة بيبدأ العمعاء تمتص ساعتها برتفع السكر فدير بالك نظم وقت أكلك تاكل في وقت محدد ما تغيره موضوع آخر اللي بيسموه اللي هو نوع من أنواع الإمساك أو حتى بنسميه الإمساك لما يكون عندك إمساك فيه هذه بيصير خربطة وعدم انتظام في السكر يا طالع يا نازل يا أمة اثنين مع بعض طالع نازل طالع نازل طب شو السبب؟ أنا أقول لك الجسم مبرمج إنه لما ناكل خلال 24 ساعة فيه إشي اسمه فضلات اللي بنسميها إحنا فضلات هاي الفضلات أول ما أكلنا تبدأ تهضم في المعدة بعدين المعدة بتوديها العمعاء الدقيقة الأمعاء الدقيقة تمتص منها ما تحتاجوا هما يحتاجوا الجسم الزيادة وين بحطها؟ بوديها العمعاء الغليظة القسم الأول بامتص اللي ما امتصته الأمعاء الدقيقة بعدين بوديها على القسم الأخير اللي هو القسم الثاني هذا بامتص منها اللي ما امتصه الأمعاء الغليظة الأولى بعد هيك هذا اللي بالفائب بوديها على القولون على الثالث يلا هذا أطرد لي يا بره هاي سموم أنا ما بحتاجها الجسم بقول لك أنا هاي سموم ما بحتاجها نازم الطرقة إذا ما طريتها شو بيصير؟ بتظل في الأمعاء وبتحاول الأمعاء لأن تمتص منها أكبر قدر ممكن من المواد لأنك مكلتش وهي موجودة جوا فهاي الأمور بتطلع وين على الكبد مرة ثانية بتروع على الكبد بالأول لازم تروع على الكبد عشان يصفيها ويعمل لها تحليل وكذا وبعدين ترجع للدم والدم وديها للخلايا وكل ما طول الطعام في القلون هذا بسبب مشاكل وعدم انتظام في السكر فتأكد أنك تذهب إلى بيت الخلاء كل يوم في ساعة محددة في ناس في الانترنت بيقول لك مرتين في الأسبوع لا مش اوكي لازم تكون كل يوم إذا بدك تحافظ على الصحة وأذكر أني ذكرت في فيديو سابق أنه تنظيف القلون من أهم الأشياء اللي تعالج أي مرض تنظيف الكبد مش عارف الكوليسترول الدهون الثلاثية أهم شيء أنه هذا القلون يكون نظيف يوميا بالإضافة إلى أنواع الطعام اللي بنأكلها تكون الطعام المسموح والطعام الصحي جيد وهذا القلون يكون دايما نظيف وتلقى أي إن إذا بتوكل طعام صحي أنت ألياف كثيرة كربوهايدرات أقل دهون كل الأمور هاي بتلاقي إنه الجهاز الهضمي تحرك عندك صار تمام والقلون إن شاء الله دائما نظيف سبب آخر قلة شرب الماء يعني بتشربش مية بتظل طول النهار بدون مية فهيك مشكلة إذا كنت صائم صيامنا نحن المسلمين يعني لازم تشرب مية لما تفطر وإذا كنت صائم صيام متقطع برضو لازم تشرب مية أنا ما بقول ثمان كاسات اشرب لما تحس إنك عطشان لأنه لما تكون الجسم عطشان يكون عندك عطش يعني بزيد نسبة السكر في الدم لأنه ما فيش مية كفاية لما تشرب مية أنت السكر الزائد رح يتحول هذا إلى الكلا ويطرده عن طريق البول فاشرب مية كفاية ما بقول ثمان كاسات على الأقل ثلاث كاسات وكل ما تحس بالعطش اشرب ماء بعض الأدوية وخاصة أدوية الضغط تسبب ارتفاع السكر لأنها ديوريتك بتخليك تتبول كثير وتذهب لبيت الخلاء كثير بالتالي ترفع لك السكر ويرتفع تركيز السكر في الدم فاللي بيأخذ أدوية الضغط يستشير طبيبه أو يعني أي أدوية أخرى اللي بتساعد على إدرار البول وهاي الأمور سبب آخر وسبب وجيه هو قلة الحركة يعني اللي بيظل قاعد طول النهار بتحرك إيش إذا بتكون شغال في مكتب تحرك كل نص ساعة كل ساعة امشي خمس خطوات عشر خطوات الصلوات طبعا مفيدة غير عن هي اللي قاعدين طول النهار يتفرض على التلفزيون أو ما وراء شغلة ولا عملة تحرك مشى يعني يحرك جسمك ولو كل فترة بسيطة عشان هيك بنقول أنه مهم جدا أنه الإنسان يمارس الرياضة الرياضة الثقيلة إذا استطاع وإذا ما استطاع يركض عشر دقائق يوم ثاني خمسة عشر دقيقة يوم آخر ست عشر دقيقة وهلو مجرى يعود نفسه على الركض أو الجري إن شاء الله وعلى أقل تقدير المشي يعني يمشي كل يوم عشر دقائق اليوم اللي بعده ربع ساعة اليوم اللي بعده سبعة عشر دقيقة بتعود نفسك بعد هيك بس يمشي نص ساعة وما عندك أي مشكلة إن شاء الله أنا أحب هذا الطائر هذا النسر هذا ملك الطيور النسر ملك الطيور أنا أحبه هذا النسر ليش بحبه أنا أولا شيء يعني اللي بعجبني فيه إنه لا يختلط مع باقي الطيور يعني مش كل مهب ودب من الطيور يختلط معها النسر أو النسور لا بيختلطش خلينا القرنه مثلا بالدجاج أو البط الدجاج والبط هذا يعني يختلط مع أي شيء الدجاج يختلط مع البط مع الأوز مع الأرانب مع القطط مع كل شيء شيء ثاني عن هذا النسر أنه يحلق عاليا يعني بيرتفع كثير غير عن هيك كمان أنه ذكي جدا ويختار ما يأكل يعني لما يكون عنده فراخ أكله غير لما يكون ما عنده فراخ برضه أكله غير يختار ما يأكل وكما قلت يحلق عاليا جدا يعني بصل تقريبا لأربع آلاف قدم في السماء طيب شو علاقة هذا بموضوعنا؟ شو علاقة هذا بالموضوع اللي بنتكلم فيه؟ هذا الطائر النسر إذا كان طائر على ارتفاع خلينا نقول ألف قدم أو ألفين قدم أو ثلاث تلاف قدم في السماء النسر هون والتقى بطائر آخر هذا الطائر الآخر يجب أن يكون نسر مثله مستحيل يكون دجاجة صح؟ والآن أبطالنا النسور اللي اجتمعوا في هذه العائلة ليحاربوا السكري ويدينوا بالهم على صحتهم هذون التقوا مع بعض في هذه العائلة فأنتم جميعكم نسور عشان هيك أنا أحييكم وأشكركم يعني لكم مني ألف تحية وأشكركم على الانضمام لهذه العائلة وإن شاء الله بجهودي وجهودكم تصل هذا القناة لأكبر عدد ممكن من الناس حتى الناس توعى واتدير بالها على صحت ولكم إن شاء الله الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى سؤالي الآن متى ستبدأ بتحدي السكري؟ متى ستبدأ بتحدي السكري؟ لا تقول بكرة ولا بعده الآن ابدأ الآن ناو رايت ناو يعني اللي بدي يسوي شغلة يسويها الآن ما يقول الأسبوع القادم الشهر الجاي آخر السنة بعد شهرين لا لا لما تقتنع بشيء معين إنه هذا كله ضرر لجسمك يجب أن تبدأ وتبدأ الآن أتبنى أن يكون هذا الفيديو عجبكم فإذا عجبكم يريد تشيروه أو تنشروه مع كل إنسان يهمكم أمره فزكاة العلم نشره وإذا لسه ما تشجعت وانضميت لعائلة الأبطال تشجع وانضم عائلة النسور عائلة بتحدي السكري وإن شاء الله ما راح تندم في هذه القناة راح يكون إن شاء الله فيديو عن كل شيء يؤكل وتقريبا فيديو عن كل ما له علاقة بالسكري وما تنسى تفعل الجرس حتى ما يفوتك أي حلقة من الحلقات القادمة إن شاء الله كما قلت راح يكون في هذه القناة مواضيع كثيرة ويمكن يكون أحد هذه المواضيع أو إحدى هذه المواضيع هو الحل لمشكلتك أو الإجابة على سؤالك أشكركم جميعا على الحضور والمشاهدة بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر